اشتركوا في القناة يعد نبات الفجل من اهم الخضروات العالي في القيمة الغذائية وللأسف مجهول بالنسبة لمعظم الناس على الرغم من انه يدخل في علاجات امراض كثيرة ومشاكل صحية تعجز عنها الادوية الكيميائية حيث يتميز الفجل بانه رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان القيم الغذائية الموجودة في الفجل يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين الف وبه اثنين وبه ثلاثة وبه ستة وفيتامين سي به معادل مهمة الحديد الكاليسيوم البوتاسيوم المنجنيز النحاس الفسفور الكابريت غني بالالياف الغذائية ومواد كربوهايدراتية به كمية كبيرة من مضادات الاكسادة الفوائد الذي يحصل عليها الجسم من تناول الفجل يحد من الاصابة بامراض القلب والشرائين والاوعية الدموية حيث يعمل على تقوية عضلة القلب ويساعد على تحسين وظيفته يخفض ضغط الدم المرتفع يقلل الكريسترول الضار في الدم والجسم مضغط قوي للأورام السرطانية ويمنع تكوينها ينظف الجسم من السموم كما يعمل على إدرار البوت يحافظ على الكلة وسلامتها مفيد لمرضى السكر حيث يكون بتنظيم امتصاص السكريات في الدم وبالتالي ينتظم مستوى السكر علاج أدوار البرد والإنفلونزا بفضل فيتامين سي يقوي مناعة الجسم ضد العدوى يمنع الإمساك بفضل الألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء ويريح القولون مضغط للسمنة والبدانة ويعد من أفضل الأطعمة لعمل الحميات الغذائية لخسارة وزن كبير في وقت قصير علاج لمرضى فكر الدم والأنميا لإحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد يقلل آلام العظام والمفاصل لإحتوائه على مضادات التهاب كما يمنع الهشاشة ويقول عظام يعالج الضعف الجنسي للرجال مفيد للحوامل قصوصا في الثلاثة أشهر الأولى من الحم لإحتوائه على حمض الفولي يؤخر الشيخوخة ويقلل التجاعي ويحافظ على نظارة البشرة يستخدم عصير الفجلة في علاج لدغات الحشرات عن طريق وضعه على مكان اللدغ فيمتص الالتهاب إذا استفدتم من هذه المعلومات لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلك كل معلومة صحية مفيدة لصحتك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر